ليس أصعب من ارتداء القناع سوى الاستمرار فيه وليس أسهل في زمن التزوير والتشويه أن يدعي أحدهم ارتداء ثوب المقاومة الناصع لكن الدنيا سرعان ما تكشف الحقائق وتميز بين العميل المموه والمقاوم الحقيقي دارت رحى الميليشيات في العراق طوال السنين الأخيرة لتصدر جعجعة عالية بأنها قاومة المحتلة الأمريكي ولا تزال ونسبت لنفسها شرفا لا تستحقه ولم تشكل من أجله فكيف لمن أتى خلف الدبابة الأمريكية وشكل فرق الموت والميليشيات أن يصبح في يوم وليلة مقاوما نزيها ومقاتلا وطنيا أحجية فكت لغزها الأيام من خطابات المقاومة والتهديدات المتبوعة بالصواريخ الهزيلة والدعوات لإخراج القوات الأمريكية من العراق إلى دعوة تحالف الفتح لواشنطن إعطاء العراق الأولوية في الدعم والمساندة تناقض صارخ وهوة كبيرة بين الخطابين هذان ببساطة موقفان لتحالف الفتح ممثل الميليشيات في العراق خلال شهرين فقط من حيث الزمان كان الموقف الأخير هو الأحدث وقد جاء بعيد منح الثقة لحكومة الكاظمي ذاك الذي اتهمته الميليشيات بالعمالة لأمريكا والتواطئ بمقتل قاسم سليمان وأبو مهد المهندس ثم نصبته رئيسا للحكومة تناقض يتبعه آخر وموقف يغير سابقه لتتضح الصورة أكثر لا مبادئ ولا ثوابت لدى حكام العراق الجدد أحزابا وميليشيات هي المصالح فقط تحرك خيوط اللعبة التي أوشكت بفعل ثورة تشرين أن تنقطع الموقف الجديد استدعى تبريرا مما يسمى محور المقاومة لا سيما أنهم توعدوا بالثأر للزعماء الذين اقتنصتهم الطائرات الأمريكية ببغداد كانت تبرير فجا بشكل سافر فهناك من عز الأمر إلى أن تحالف الفتح يريد أن يظهر حقيقة الولاية المتحدة للعراقيين كما تحدثت النائبة عن التحالف مثاق الحامدي التي ماثله زالة تصريحها ما أدلت به ميليشي العصائب بأنها اضطرت لخيارات مرة تغليبا للمصلحة الوطنية وتلك شماعة ما عادت تقنع عحدا فلا يخفى على أحد المأزق الذي تمر به الطبقة السياسية خصوصا الاقتصادي وعلى الجانب الآخر إيران المثقلة بالعقوبات والكورونا وتلك أسباب بنظر الكثيرين دفعت الميليشيات وامثليها لنزع قناع المقاومة وارتداء آخر غيره بحسب ما تقتضي المصلحة وأوامر المرشد الإيراني ترجمة نانسي قنقر